على الرغم من اعلان الحكومة في بغداد استعادة السيطرة على المدن التي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة منذ عوام لا يزال مئات الالاف من النازحين يعيشون في المخيمات التي باتت تشكل كابوسا لا يريد احد انهاءه حلمهم الوحيد هو العودة الى منازلهم التي تركوها مجبرين في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار واجزاء من ديالا وبغداد وبابل منذ ان نزحوا منها صيف عام 2014 بالتزامن مع بدء العمليات العسكرية ضد مسلحي التنظيم النازحون يؤكدون ان وضعهم صعب جدا فلم يعودوا يطيقون العيش في مخيمات تعاني من مشكلات لا تعد ولا تحصى بينما تبدو الحكومة عاجزة عن لجم نفوذ الميليشيات التي تمنع عودة بعضهم الى مناطقهم بينما يقف الدمار الذي لحق بمناطق اخرى عائقا امام عودة اخرين نتيجة السياسات المتخبطة والفساد المستشري وفوق هموم النزوح جاء فيروس كورونا الذي تفشى بالبلاد ليسرع مخاوف اقتحام الوباء للمخيمات التي تعاني اصلا من سوء الخدمات الصحية بينما حال حظر التجول دون وصول المساعدات الغذائية والطبية لشريحة واسعة من العراقيين تركت لتلاقي مصيرا مجهولا في ظروف بالغة القسوة باكثر من 105 مخيمات حسب احصائية وزارة الهجرة والمهجرين ومع حلول شهر رمضان تتضاعف محنة النازحين حيث تؤكد مفوضية حقوق الانسان ان النازحين لم يتلقوا حتى الان الحد الادنى من احتياجاتهم سواء من الحكومة او من المنظمات الدولية مؤكدة ان هناك قصورا واضحا في تقديم الخدمات للنازحين وشحا في الاغذية والمواد الضرورية في ظل قلة التخصيصات الحكومية لاعانتهم رمضان تلو رمضان وموسم تلو اخر ازمات تترى على النازحين ويوشك ملفهم الذي يعله تراب الاهمال الحكومي ان يدخل ادراج النسيان لكن يبقى حلم هذه الاسر بالعودة الى منازلها قائما وان كان ما يزال بعيد المنال وفقا للمعطيات على الارض